بمناسبة ذكرى الجلاء ورغم الجراح يستذكر أحد أبطال الجيش العربي السوري ملحمة الاستقلال لتتجدد في كل مرة المعاني السامية لهذه المناسبة العظيمة مكان الإصابة حلب بعام 2013 الإصابة أدت إلى شلل نصفي بنسبة عجز 100% بمناسبة عيد الاستقلال اليوم أنا حابب استذكر بطولات الأجداد يلي قاموا فيها والبطولات اللي حاليا نحن قدنا فيها الأجداد اللي ربونا على الوطنية هنو قاتلوا ودحروا المستعمر الفرنسي ونالوا الجلاء والاستقلال ونحن حاليا عم نقاتل كل تكثيريين وإرهابيين العالم عم يقاتلون هنو بسوريا حاليا نحن عم ندافع عن سوريا لأنه سوريا تستاهل وإذن الله تعالى مثل ما أجدادنا نالوا النصر والاستقلال نحن حاليا على أبواب النصر ورح نعلونا النصر رح نعلونا سوريا آمنة ومحبة لكل بلد بيحبها لسوريا وبيتمنى على الخير انتصارات متتالية حققها ويحققها رجال أبطال على مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن وسيادته ممكن تأجل كتير أمور شخصية بحياتك تتعلق بحياتك لكن ما فيك تأجل واجبك المقدس اللي بينفرض عليك بالنهاية بتخسر وطنك وقت اللي بتكون خسرت وطنك انت خسرت كل شيء يعني سابقا انتصرنا بالاستقلال وحاليا نحن على أبواب النصر لترجع سوريا تنهض من جديد وتحتضن الكل مثل ما احتضنت الكل سابقا رح ترجع تحتضن الكل لاحقا سوريا من القلب الكبير والحنون بذكرى الجلاء يرتد صدى التاريخ فتفيد الذاكرة الوطنية بعطر الكرامة والبطولة والإباء محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس ترجمة نانسي قنقر